بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم طلاب وطالبات الصف الأول متوسط في مادة الرياضيات في الفصل الدراسي الأول درسنا لهذا اليوم أو لدينا اختبار الفصل الأول من المنهج وهو الجزء الثاني من هذا الاختبار معلمكم الأستاذ علي عبدالله العنبر وزميلي في دغة الإشارة الأستاذ معاذ القرعاوي إذن موضوع الدرس هو اختبار الفصل الأول الجزء الثاني من هذا الدرس احسب قيمة كل من العبارتين الآتيتين ذهنية لدينا السؤال الرابع عشر ثلاثة عشر زائد أربعة ثلاثين زائد سبعة عشر نريد أن نحسب قيمة هذه العبارة ذهنية بما أن الجمع أو خاصية الجمع خاصية إبدالية نعم سوف تصبح العبارة نستطيع أن نكتبها بسرعة ثلاثة عشر زائد سبعة عشر زائد أربعة وثلاثين الآن ثلاثة عشر زائد سبعة عشر كم؟ صحيح قيمتها ثلاثين زائد أربعة وثلاثين ثلاثين زائد أربعة وثلاثين نعم قيمتها أربعة وستين إذن قيمة هذه العبارة هي أربعة وستين أيضاً في السؤال الآخر أحسب قيمة كل من العبارتين الآتيتين ذهنياً السؤال الخامس عشر خمسين ضرب سبعة عشر ضرب إثنان خمسين ضرب سبعة عشر مضروبة في إثنان هذه العبارة بما أن الضرب له خاصية الضرب إبدالي نعم سوف نكتب خمسين ضرب إثنان ومن ثم ضرب سبعة عشر خمسين ضرب إثنان كم؟ صحيح خمسين ضرب إثنان مئة مضروبة في سبعة عشر مئة ضرب سبعة عشر ما هو ناتج الضرب؟ نعم ناتج الضرب هو ألف وسبعمائة إذن قيمة هذه العبارة هو ألف وسبعمائة استعمل خاصية أو أكثر لإعادة كتابة كل من العبارات التالية بصورة مكافئة لها أو مكافئة لا تتضمن أقواساً لدينا السؤال السادس عشر ثلاثة مضروب في سين زائد أربعة نريد أن نستعمل خاصية أو أكثر لإعادة كتابة هذه العبارة بصورة مكافئة لا تتضمن أقواساً سوف أترك لكم الوقت يا أحبتي للتفكير في حل السؤال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في حل هذا السؤال نريد أن نستعمل خاصية أو أكثر لإعادة كتابة هذه العبارة بصورة مكافئة لكي لا تتضمن أقواساً العبارة هي ثلاثة مضروبة في سين زائد أربعة نستخدم هنا ماذا؟ نعم سوف نستخدم خاصية التوزين نضرب ثلاثة في سين ومن ثم نضرب ثلاثة في أربعة ثلاثة مضروبة في سين ثلاثة سين زائداً ثلاثة في أربعة قيمتها اثنى عشر إذن كتبنا هذه العبارة بصورة مكافئة ولا تتضمن أقواس أصبح ثلاثة سين زائد اثنى عشر باستخدام ماذا؟ باستخدام خاصية التوزين استعمل خاصية أو أكثر لإعادة كتابة كل من عبارات التالية بصورة مكافئة لا تتضمن أقواس لدينا السؤال السابع عشر أربعة في أو قوس مضروبة في القوس اثنان صاد أربعة في اثنان صاد نريد أن نستعمل خاصية أو أكثر لإعادة كتابة هذه العبارة أيضاً سوف أترك لكم الوقت للتفكير في حلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الآن نعود إليكم يا حبتي هل فكرتم في حل هذا السؤال؟ نستعمل خاصية أو أكثر لإعادة كتابة هذه العبارة بصورة مكافئة بحيث لا تتضمن أقواس العبارة هي أربعة في اثنان صاد هنا أيضاً نستخدم خاصية التوزيع سوف نضرب أربعة في اثنان صاد أربعة في اثنان صاد هنا لو نلاحظ الاثنان مضروبة في الصاد لا يفصل بينهم أي علامة جمع أو طرح إذن تعتبر هنا حد واحد فقط اثنان صاد هذه تعتبر حد واحد سوف نضرب أربعة في اثنان صاد نعم ماذا تصبح؟ نعم سوف تصبح ثمانية صاد إذن هذه العبارة كتبناها بصورة ثمانية صاد بحيث لا تتضمن أقواس استعمل خاصية أو أكثر لإعادة كتابة كل من العبارات التالية بصورة مكافئة لا تتضمن أقواس لدينا السؤال الثامن عشر خمسة زائد عين زائدا واحد لاحظوا هنا القوس هنا خمسة زائد عين ومن ثم زائدا واحد نريد أنك تستخدم أكثر أو خاصية أو أكثر لإعادة كتابة هذه العبارة بحيث لا تتضمن أقواس أيضا سوف أترك لكم الوقت في التفكير في حلها الآن لكم الوقت يا أحبتي شكرا شكرا الآن نعود إليكم يا أحبتي هل فكرتم في حل هذا السؤال نستعمل خاصية أو أكثر لإعادة كتابة هذه العبارة بصورة مكافئة بحيث أنها لا تتضمن أقواس العبارة هي ماذا؟ نعم العبارة خمسة زائد عين مضافا إليها واحد الآن هنا سوف نستخدم خاصية الإبدال بما أن الجمع له خاصية الإبدال أو الجمع إبدالي سوف نعيد ترتيب هذه العبارة بحيث نكتبها ماذا؟ خمسة زائدا واحد ومن ثم مضافا إليها عين الآن سوف نبسط ما بداخل القوس لدينا هنا خمسة زائد واحد ما هو حاصل جمعها؟ نعم حاصل جمعها خمسة زائد واحد يساوي ستة ومن ثم مضافا عليها عين أصبحت العبارة ستة زائد عين إذن استخدمنا خاصية الإبدال لعادة كتابة العبارة ومن ثم جمعنا خمسة زائد واحد أصبحت ستة مضاف إليها عين وهنا كتبنا هذه العبارة بحيث أنها لا تتضمن أقواسا أيضا استعمل خاصية أو أكثر لعادة كتابة كل من العبارات التالية بصورة مكافئة لا تتضمن أقواسا السؤال التاسع عشر ستة في فا زائد اثنان مضافا إليها سبعة نريد أن نكتب أو نستخدم خاصية أو أكثر لعادة كتابة هذه العبارة بحيث لا تتضمن أقواسا سوف أترك لكم قليلا من الوقت للتفكير في حلها الآن لكم الوقت يا أحبتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الآن نعود إليكم يا أحبتي هل فكرتم في حل هذا السؤال؟ نستعمل خاصية أو أكثر لعادة كتابة هذه العبارة بصورة مكافئة لا تتضمن أقواسا العبارة هي ستة وضربة في فا زائد اثنان زائد سبعة هنا ما نستخدم أولاً سوف نستخدم خاصية التوزيع خاصية التوزيع نضرب ستة ضرب فا ومن ثم نضرب ستة في اثنان تصبح العبارة ستة فا زائد اثنى عشر زائد سبعة ضربنا ستة في فا أصبحت ستة فا ومن ثم ضربنا ستة في اثنان ستة في اثنان قيمتها اثنى عشر ومن ثم زائد 7 أصبحت العبارة بهذه الصورة الآن هل تحتاج العبارة لتبسيط أكثر أم لا؟ نعم تحتاج العبارة لتبسيط أكثر لدينا هنا زائد 12 وزائد 7 لنوجد حاصل الجمع الآن الجمع 12 زائد 7 لنجمع 12 زائد 7 ما هو حاصل هذا الجمع 12 زائد 7؟ نعم من حاصل منكم على 19 فإجابته صحيحة إذن تصبح العبارة 6 زائد 19 كتبنا هذه العبارة نعم بصورة مكافئة لا تتضمن أقواسا أكمل الجدولين الآتيين ثم حدد مجال كل دالة ومداها لدينا السؤال 20 لدينا هذا الجدول نريد أن نكمل هذا الجدول ونحدد مجال كل دالة ومداها لدينا هنا قيم سين واحد اثنان ثلاثة أربعة ولدينا هنا سين زائد ثلاثة وهنا قيم الصد ماذا نفعل؟ نعم سوف نستبدل هنا مكان سين قيمة العدد واحد تصبح ماذا؟ نعم تصبح واحد زائد ثلاثة واحد زائد ثلاثة ما هو حاصل جمعها؟ نعم إذن قيمة صد هي أربعة الآن لدينا هنا العدد اثنان قيمة سين إذا وضعنا هنا اثنان مكان العدد سين تصبح العبارة اثنان زائد ثلاثة اثنان زائد ثلاثة ما هو نتيجها؟ حاصل الجمع؟ نعم حاصل الجمع هو خمسة الآن لدينا من قيم سين العدد ثلاثة وهنا في العلاقة سين نضع مكانها العدد ثلاثة ماذا تصبح العبارة؟ نعم تصبح ثلاثة زائد ثلاثة ما هو حاصل جمع ثلاثة زائد ثلاثة؟ نعم ثلاثة زائد ثلاثة تساوي ستة الآن لدينا من قيم سين العدد ماذا؟ نعم العدد أربعة نضع مكان سين العدد أربعة تصبح أربعة زائد ثلاثة نعم أربعة زائد ثلاثة ما هو حاصل جمعها؟ نعم حاصل جمعها هو سبعة إذن هنا قيم سين واحد اثنان ثلاثة أربعة وهنا قيم صاد أربعة وخمسة وستة وسبعة الآن لنحدد مجال الدالة وأيضا المدام المجال كما تعلمنا سابقا نعم المجال هنا جميع قيم سين لدينا واحد واثنان وثلاثة وأربعة جميع قيم سين واحد واثنان وثلاثة وأربعة جميع قيم المدخلات الآن لنحدد المدى المدى كما تعلمنا هو قيم المخرجات المخرجات وهي قيم ماذا؟ قيم صاد إذن يصبح المدى هو أربعة وخمسة وستة وسبعة هذه هي المخرجات أربعة وخمسة وستة وسبعة وهذا هو مدى هذه الدالة أيضا أكمل الجدولين الآتيين ثم أحدد مجال كل دالة ومداها لدينا الجدول الثاني في السؤال 21 نريد أن نكمل هذا الجدول ونحدد مجال الدالة وأيضا المدى سوف أترك لكم الوقت للتفكير في حل هذا السؤال الآن لكم الوقت يا أحبة الآن نعود إليكم يا أحبة نريد أن نقوم بإكمال الجدول ونحدد مجال الدالة ومداها لدينا قيم سين 0 و1 و2 و3 هنا أربعة سين زائد واحد سوف نضع مكان سين أولا العدد ماذا؟ صفر سوف تصبح أربعة مضروبة في صفر زائدا واحد أربعة في صفر كم؟ صحيح صفر مضافا إليها واحد؟ نعم تصبح قيمة صاد واحد الآن إذا كانت قيمة سين العدد واحد سوف تصبح أربعة مضروبة في واحد ومضافا إليها واحد أربعة في واحد كم؟ صحيح أربعة في واحد أربعة ومضافا إليها واحد إذن تصبح قيمة صاد خمسة الآن قيمة سين اثنان سوف تصبح أربعة مضروبة في اثنان ومضافا إليها واحد أربعة في اثنان صحيح ثمانية ومضافا إليها واحد تصبح قيمة صاد تسعة الآن قيمة سين ثلاثة تصبح أربع في ثلاثة مضافا إليها واحد أربع في ثلاثة كم؟ صحيح اثنى عشر مضافا إليها واحد تصبح قيمة صاد ثلاثة عشر الآن نحدد المجال للدالة كما تعلمنا قيم المدخلات وهي قيم السين هي مجال هذه الدالة إذن المجال هي العناصر واحد عفوا صفر صفر وواحد واثنان وثلاثة هذه قيم المجال صفر وواحد واثنان وثلاثة أما قيم المدى وهي قيم ماذا؟ المخرجات لهذه الدالة هذه قيم المدى واحد وخمسة وتسعة وثلاثة عشر هذا هو مدى الدالة السؤال اثنين وعشرين سفر قاد سالم سيارته عدة ساعات بسرعة معدلها مئة وعشرة كيلو مترات في الساعة أنشئ جدول دالة لتبين المسافة التي يقطعها بعد اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة ساعات ثم حدد مجال الدالة ومداها نقوم بإنشاء جدول بالعامود الأول الساعات والعامود الثاني هو ماذا؟ هو حاصل ضرب معدل السرعة مئة وعشرة في عدد الساعات والعامود الثالث هي تمثل ماذا؟ المخرجات وهي المسافة أولا الساعات لدينا ساعتين نعم مئة وعشرة ضرب اثنان مئة وعشرة ضرب اثنان إذن تصبح المسافة هي مئتين وعشرين إذا قاد بعد ثلاث ساعات الساعات ثلاث تصبح مئة وعشرة ضرب ثلاثة وإذن المسافة قيمتها ثلاثمائة وثلاثين بعد أربع ساعات مئة وعشرة ضرب أربعة آه مئة وعشرة ضرب أربعة مئة وعشرة ضرب أربعة نعم هي أربعمائة وأربعين بعد خمس ساعات نعم مئة وعشرة ضرب خمسة مئة وعشرة ضرب خمسة نعم خمسمائة وخمسين مجال الدالة الآن نحدد المجال كما تعلمنا هو قيم المدخلات هنا تمثل عدد الساعات هذا هو مجال أدى له 2 و 3 و 4 و 5 أما المدى وهو المخرجات وتمثل هنا المسافة نعم هذا هو مدى أدى له إذا 220 و 330 و 440 و 550 نقود استعمل المعطيات التالية لحل السؤالين 23 و 24 يبيع خالد تمور فاخرة فإذا كان يربح في علبة التمور الواحدة 12 ريالا السؤال 23 أكتب معادلة بمتغيرين لتبين العلاقة بين عدد العلب عين و مقدار ما يكسبه من الريالات را إذن ما يكسبه من الريالات يساوي 12 ضرب عدد العلب من التمور ما يكسبه من الريالات نرمز له بالرمز را و يساوي 12 مضروبا في عين وهو عدد العلب إذن المعادلة هي ماذا؟ نعم المعادلة هي را تساوي 12 عين أيضا لنفس المعطيات السؤال الرابع والعشرين أحسب ما يكسبه خالد إذا باع 12 علبة نريد أن نحسب ما يكسبه خالد إذا باع 12 علبة من خلال المعادلة السابقة في السؤال السابق المعادلة هي را تساوي 12 في عين عين تمثل ماذا؟ تمثل عدد العلب و را تمثل ما يكسبه من الريالات إذن سوف تصبح را تساوي 12 ضرب 12 هنا الـ 12 الثانية هي عدد العلب التي يبيعها 12 ضرب 12 ما هو حاصل ضربها؟ نعم حاصل ضربها 144 إذن ما يكسبه خالد إذا باع 12 علبة هو 144 ريالا إلى هنا يا حبتي نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم دمتم بحفظ الله و رعايته